اسمع ان شاء الله تبارك الرحمن يا هلا والله ومرحبا ممتابعين الكرام متابعين قناة ابو سويح وبدأنا معكم بالسنة جديدة مع النادر الجميل المرسد ام جي جي تي هذه جي تي بلاك سيريس بروجيكت ون سيارة من اصل 275 نسخة شف الندرة مهركة ثمان اسطوانات توين توربو اربعة لتر 725 احصان 800 نيوتن غيرها سبع سرعات دبل كلتش دفعها خلفي تتسارع من صفر الى مية ثلاث ثواني فاصلة واحد جزء من الثانية وسرعة قصوى من صفر الى ميتين بتسع ثواني اش رايك بالوحش هذا طبعا مخفف بالكامل كله كاربون فيبر في كل مكان تلقى كاربون فيبر حتى الجنود تشوفها مخففة وجاية بمقاسين عشرين والامامي تسع تسع تحش فتشوف السيارة يعني جميلة 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 جدا والى الواقع اجمل ابرز مواصفات السيارة يجيك الكاربون فيبر متحرك يطلع ويدخل للداخل ويرتفع بشكل رهيب وجميل كاميرا امامية صدام كاربون فيبر بالكامل زي ما تلاحظون شبك عملاق وشعار اي ام جي اضاءة فل اي دي تشوف الفتحات داخل للتبريد وعندك هنا تبريد من الفرامل ويعطيها داون فورس للسيارة رائع وجميل كاميرا خروج عن المسار هذا شكل جنطها تشوف تطعيمات البترونس شوفين عندك شعار اي ام جي هنا كاربون سيراميك شوف الجنط مخفف وعينك على التمييز في ايت بشعار احمر مكتوب بت تيربو شوف اللون فضي وعندك هنا شعارات مرسدس من الدرجة الين الخلف بشكل جميل جدا رائع مميز الصراحة تشوف اللون طبعا هذه مرسومة بلاير برش رسم يدوي جناح بثلاث وضعيات قيادة شعار جي تي بلاك سيريوس طبعا نسخة هذه الجفة لوكيلها ديفيوزر عملاق وكاربون فيبر بالخلف بالكامل عندك لمبة ضباب أو كشف ضباب خلفي شوف السكف تلاحظون جاي كاربون فيبر طبعا زي ما يقلنا الشنطة بس اللي مي مخففة ومسكات الأبواب طبعا دخول دكية حتى المرايات برضو تشوفها كاربون فيبر الرسمة الرسمة عينك عليها عينك على الرسمة طبعا تشوف التمييز هنا شوف شعار روجيكت ون موجود على الكفرات اللي صنعت خصيصا للسيارة تمتعون انتم تمتعوا تمتعوا بالسيارة جميلة جدا بنجيب مفتاحها ونوريكم داخل السيارة ماذا عجبنا لكم مفتاح السيارة في غلق وفتح فتح الشنطة طبعا سيارة مدينها واحد وعشرين شوف الكنتارة طبعا كنتارة مخفف شوف عندك هنا مسكة الباب كيف جاي بطريقة كلاسيكية شوف هنا تطريز شوف سماعة برو ماستر هاي اند فيه سنترلوك فقط وعندك طي مراية والنوافذ اتماتيكية تقدر تتحكم بميزانية المراية شوف كاربون فيبر هنا شوف شعار ايم جي كاربون فيبر هنا تشوف تحكمات خاصة بالإضاءة والبريك وفتح زر الشنطة جاي بالبيانو بلاك هنا كشاف الضباب طبعا تحكم في اكتروني انا نوريكم شكله بالكانة طبعا الذاكرة موجودة هنا داخل حلقة المرتبة ونفس الوقت تقدر تحكم فيها كهربائيا للساق والراكب المرتبة فيها تطعيمات بترونيس وكاربون فيبر مخففة تخفيف شوفينا في موجود ايرباق ويرباق للساق والراكب الله يحفظنا وياكم هذه السيارة فنعطيكم نظرة من الداخل شوف دراع التوازن خلفي شوف خلنا نركب السيارة نوريكم داخليها وركبنا لكم داخل السيارة النادرة اللي من اصل 275 واحدة هذه الجميلة بلاك سيريس طينا نشوف الكنتارة التخفيف شوفينا عندك شعار ايم جي بلاك سيريس ولع لكم شوف ما شاء الله تبارك الرحمن شوف تريد ما شاء الله تبارك الرحمن طينا هنا الطارة عندك هنا الميلتي ميديا والتليفون والهوم والتحكم هنا عندك نثبت السرعة ولا ننسى شفتر خلف المقود طينا شوف الشاشة فتحات التكييف جاية كيف شوف ساعدة تريب نفيقاشن راديو تليفون عندك تقدر تخلي سبورت تخلي كلاسيك بتقدر تخلي سوبر سبورت جميل جميل طبعا تتغير هنا وهنا تغير كامل طبعا تدعم اللابل كار بلاي وفيها غالبية التحكمات نتحكم بالماوس هنا هنا سيستم كامل شوف هنا بتسع وضعيات قيادة تقدر تحطه بتسع درجات شوف هنا وان تيم وام جي هنا تحكمات بالتكييف هنا عندي كوب هولدر والوصلة يوسبي هنا تحكم بالصوت هذا القير اللي من سبع سرعات هنا شعار ام جي هنا في درج موجود هنا شوف هنا هذا كنتار كامل شوف الدرج في اضاءة سماعات هنا تعتيم تماتيكي اضاءة موجودة لون اصفر شوف هذا شكل السيار شوف موجود فيها مراية واضاءة في الجهتين احش الله هذه تفاصيلها من جنب الثاني شوف هذه شنطة السيارة شفونا هنا شعار ايم جي شوف الشنطة بالكامل من داخل تخفيف طبعا يدوية بفتحتين تنزلها هالشكل تحفو اسمع ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الرحمن هذا كبوت السيارة فتحنا لكم يا طبعا يفتح الى تسعين درجة والشيء المغريب اللي تلاحظه ان محركها جاية في الخلف بسيط مو كالعادة جاية في الامام تشوف هذا محور الكفرات هنا تشوف المحرك في الخلف طبعا في ايت توين توربو اربع لتر سبعمية خمسة وعشرين ثممية نيونتن قيرها سبع سرات دبل كلتش انطلاقها من صفر المية ثلاث ثواني فاصلة واحد جزء من الثانية ومن صفر الى ميتين تسع ثواني جبارة جبارة السيارة تشوف هنا عندك توزيع تبريد كيف شوف هنا عندك مكتوب شارة ام جي جيرميني هذا شكله شو رأيكم وان شاء الله اني انا ما قصرت معكم في تغطية الحلو المليح الجميل عد انتم ما تقصرون بنشر المقطع ليصل كل او اكبر فئة لمحبين السيارات السوبر سبورت فبحط لكم برضو السناب اضيفوه ليصلكم كل اوبديت عن الاسعار عن التغطيات الحصرية قبل ما نزلها في اليوتيوب ونشوفكم على خير فمان الله ما شاء الله تبارك الرحمن شكراً لنا شكراً للمشاهدة